أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية أن يكون حجم الصناعة مكافئة لاحتياجات السوق المحلية في مصر خلال افتتاحه الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة أشار الرئيس السيسي إلى أهمية الاعتماد على المكون المحلي وتعزيزه في مختلف الصناعات أنا في الأول في المرحلة اللي أنا فيها دي الهدف الأكبر هو أننا الصناعة اللي تكافئ يعني تغطي احتياجات السوق المصري وبالمناسبة لما تيجي تقولي 35 مليار دولار قيمة التصدير بتاعي يقولك طب مستلزمات الانتاج اللي فيهم كام بالدولار لأنك أنت لو نهاردة قلتلي عن مستلزمات الانتاج اللي فيهم بالدولار 30 مليار على سبيل المثال يبقى العائد اللي تحقق بالنسبة لي من كل اللي احنا بنعمله ده 5 مليار دولار أنا بتكلم لما تيجي تقولي 35 مليار دولار يبقى دول كلهم أو نسبة كبيرة جدا منهم بتتعامل داخل مصر وده اللي ممكن تعمله الشركات أو الصناعات الصغيرة والمتوسطة ده 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 أمر في منتهى الأهمية إذن أنا ببغي في المرحلة الأولى أن ألبي طلبات السوق المصري من كل شيء مش بس في الصناعة من كل المنتجات وكل المطالب ثم إن أنا يكون المكون المحلي في أي صناعة بتتعمل بتزيد بشكل مستمر ترجمة نانسي قنقر